اشراف الداخلي تصنيف الفنادق ومنصرنا في الفنادق ازاي هوريكوا صورة وهسيب لحظة كده تشوفوا ايه الفرق ما بين الصورتين ونشوف هنعرف ان احنا خدنا ايه وهنصنف الفنادق ازاي بناء على الصورتين دول الصورة الاولانية عندنا الصورة ديت اه والصورة دي ايه الفرق ما بين الصورتين والتجهيزات اللي فيها وبناء عليها هنصنف الفنادق تمام احنا عندنا الصورة الاولانية دي فيها جميع التجهيزات جميع التجهيزات اللي موجودة فين في الغرفة عندنا اضاءة عندنا فوتية عندنا اه كل حاجة الغرفة واسعة التجهيزات اه ممتازة اه يعني غرفة فوق الممتازة يبقى احنا صنفنا الفندق هنا على اساس ايه؟ على اساس التجهيزات بتاعت الايه؟ الغرفة الغرفة التانية غرفة ديقة شوية ما فيهاش اللي السرير اه يدوبك نور حاجات بسيطة جدا ما فيهاش تجهيزات يبقى احنا كده ايه الفرق ما بين الغرفتين؟ غرفة مجهزة بكل الكماليات اللي فيها وغرفة التجهيزات بتاعتها بسيطة جدا يبقى الغرفة دي خمس نجوم اللي هي الاولانية الغرفة التانية تجهيزاتها بسيطة يبقى غرفة في فندق تلت نجوم او يعني ممكن تلت نجوم نجمتين تمام كده؟ خلاص النهاردة بقى هنبدأ فيه حاجة مهمة قوي في قسم الاشراف الداخلي اللي هي ايه؟ اللواقح بتاعت ادارة الاشراف الداخلي ايه هي اللواقح بتاعتي؟ اهم حاجة ان انا حافظ على مستوى النظافة بتاعتي بشكل مستمر بشكل مستمر يعني ما يبقاش فيه نظافة فاول ما العامل بيجي بعد كده يطلب مني ان انا اه انظف الغرفة اروح له بقى ببطء اروح له اه طيب ماشي حاضر واستنى لما يطلب لا يبقى انا كده ما فيش مستوى عالي للاشراف الداخلي بعد كده ببلغ عن الاصلاحات اول باول يعني وانا بنظف الغرفة لقيت مثلا ايه فيه حنفية فيه التكييف وهكذا ببلغ عن الاصلاحات اللي العامل بيطلبها او قبل ما العامل بيطلبها لو العامل طلب ببلغ فوري عن الاصلاحات اللي مطلوبة في الغرفة والاصلاحات بتروح ايه يعني بيصلح على طول بشكل ايه بشكل فور بعد كده بمنع وازيل كل الاخطار للايه اللي ممكن تؤدي الى عرقلة الضيف في الغرفة او خارج الغرفة اول ما بيدخل الفندق بزيل اي عراقيل داخل ايه داخل الفندق من اي نوع في المصعد بقى في شيل الحقائب في الغرفة نفسها وهكذا يبقى انا لازم دي حاجة اسمها لوائح وقوانين داخل الايه داخل الاشراف الداخلي بعد كده الطرق الصحية في ايه الطرق الصحية في الممارسات يعني وانا بنظف الغرفة لازم الادوات اللي انا بنظف بيها لازم تكون ايه ادوات صحية ما ينفعش ان انا مثلا اعمل بحاجات كيموية ضرر ليا او ضرر للعمير يبقى الادوات بتاعتي لازم تكون ايه صحية بالدرجة الكافية ليا وللايه وللعمير بعد كده المحافظة على جميع المناطق من حيث النظافة والجاذبية يعني العمير نازم البسيم ما سيبش بقى المية بتاع البسيم لحد ما تريم ويبقى لها ريحة ومش حارف ايه يبقى فيه تغيير مستمر للنظافة والجاذبية واعمل جاذبية للعمير كده انه عايز ينزل يقعد على البسيم يبقى فيه كده جاذبية للعمير دي من ضمن الادوات واللواقح اللي بتساعد العمير على جاذب للمكان بتاعي طبعا الاشراف الداخلي مسؤول عن البيضات ومسؤول عن الزي بتاع العاملين لازم اجهز الاشراف الداخلي او قسم الاشراف الداخلي بجميع البيضات والزي الموحد للعملين يعني ماينفعش ان انا العمال بتوعي اجي مثلا ال الاقي واحد لاب الزي والتاني لاب الزي تاني يبقى كل اللي موجود في قسم في اي قسم في قسم الاشراف الداخلي يعني بالاخص لانه صلة مباشرة ما بينه وما بين الايه ما بين العميل لازم يبقى الشكل حلو وشكل موحد مجيش اقول ده العميل ده بيقول ده اللبس بتاعي مش عارف ايه لازم اللبس يبقى موحد لازم اللبس يبقى نظيف نظيف البيضات بتاعتي في الغرفة وخارج الغرفة في اي مكان موجود في الفندق لازم تبقى على درجة عالية من الايه من النظافة بعد كده دمان النظافة في جميع اماكن الخدمة في جميع اماكن الخدمة والعملين كمان اماكن الخدمة اللي موجود ايه اللي بتقدم خدمة للعميل اي مكان العميل بيروح فيه المطعم صعدة الحفلات الريسيبشن مثلا على البسيم ايا كان المكان اللي بيقدم للعميل خدمة لازم تبقى على درجة كافية من الايه من النظافة المحافظة على الممرات من حيث الامان والعرقيل والعقبات واهم حاجة النظافة يبقى النظافة في كل ايه في كل مكان مفيش عرقيل مفيش حاجات تؤدي الى اصابة العميل وهو ماشي ماينفعش مثلا انا بمسح السلم بتاع الفندق العميل نازل على السلم ماينفعش اتفضل يا فندم وهو نازل المياه موجودة على السلم ممكن يزحلق ماينفعش يبقى موضوع النظافة اللي النزلة ما بيطلعوش ولا بينزلو ما بيتحركوش في الممرات ما بينزلوش الريسبشن عشان العميل لازم يحس بالنظافة من غير ما يشوف طريقة النظافة يعني دي من الحاجات اللي ايه العميل بيشوفها ما بيشوفش وانت ايه وانت وانت بتنظف بيحسها بيحس النظافة انما ما بيشوفش وانت ايه بتنظف بعد كده تنظيف جميع الاجهزة بتاعت الاضاءة يعني وهو داخل الغرفة اللامة بتاعت الغرفة النجفة ما ينفعش عليها طراب الارضة ما ينفعش عليها طراب النجفة الجنب السرير ما ينفعش عليها طراب ما ينفعش العميل يشوف اي طراب في اي مكان وبالاخص الاضاءة لان طبعا الاضاءة اما بتبقى على الاضاءة بتحجب الاضاءة شوية تمام يبقى العميل لازم يحس بايه بالنظافة في كل حاجة من ضمنها الايه الاضاءة كمان الصيانة لجميع الاجهزة والمعدات طبعا موضوع الصيانة ده مهم اوي بالاخص انت بتشتغل بالادوات اللي مثلا ايه فيها كهرباء لان انا ما ينفعش استخدم حاجة فيها كهرباء ويحصل لي مثلا ماس كهربائي او عطل مثلا وانا بشتغل يحصل لي مثلا ممكن وانا بشتغل بالحاجة ممكن تفصل خالص يبقى ايه كده انا عطلت الجهاز بتاعي عطلت المعدة بتاعتي يبقى انا المعدة بتاعتي لازم اعمل لها صيونة بشكل ايه بشكل مستمر وبشكل دائم علشان ما يحصل شعوط او يحصل ايه يحصل لمشاكل حفظ السجلات اللازمة للتشغيل بفعالية ايه السجلات الخاصة بالتشغيل دي طبعا الاشراف الداخلي قسم فيه مثلا مغزن للبيضات فيه مغزن لازي بتاع العاملين فيه مخازن لجميع البيضات اللازمة لجميع الاقسام السجلات الخاصة بالبيضات دي لازم فيه حاجة اسمها تشغيل يعني ايه تشغيل يعني انا اخد البيضات من السجل وارجحها للسجل يعني انا رايح المغزن اخد بيضات لغرفة او لمجموعة غرف يعني معي عشر مثلا فوط عشر ملايات عشر كذا يبقى انا بسجل كل حاجة في البيضات في السجلات بتاعت دي يبقى انا كده رايح ايه المغزن بعد ما باخدهم من المغزن بيتخصموا من المغزن وبيبقى ايه في عودتي انا يبقى انا كده ايه سجل لتشغيل بفتح مثلا المطعم في حاجات انا عايز اغيرها في المطعم مفارش فوط اي حاجة في المطعم بشوف السجل لتشغيل بتاعي في الاشراف الداخلي وسجل لتشغيل في المطعم انا وديت المطعم في الساعة الفلانية في الوقت الفلاني بنبقى كده اسمه ايه سجل ايه تشغيل طبعا الاشراف الداخلي بيحافظ على السجلات بتاع القسم بتاعه يعني قسم الاشراف الداخلي نفسه السجلات ديت ما ينفعش ان انا ادي مثلا قسم مثلا المطعم بيضات ما سجلهاش عندي ما سجلش اللي داخل واللي خارج يبقى انا لازم ايه احافظ على السجلات بتاعتي بايه بتسجيل الصدر والوارد تمام السيطرة على المصروفات بتاعت القسم ايه المصروفات دي المصروفات دي اللي هي الادوات والاجهزة والمعدات الخمات مثلا بيشتغل بكلور بمنظفات وهكذا يبقى دي اسمها ايه مصروفات الترشيد في المصروفات ديت بالترشيد في ايه في الحاجات الخمات اللي انا بستخدمها يعني ايه انا دلوقتي بجيب خمات للاشراف الداخلي عشان ينظفوا بيها الخمات ديت ما بتنظفش كويس يبقى يستهلكوها اكتر ولما اجيب خمات اعلى وتنظف اكتر وبشكل ايه بشكل واضح للزبون يبقى انا اجيب حاجات نظيفة بس غالية شوية زي الحاجات اللي ايه اللي انا بستهلكها كتير عشان تديني مستوى النظافة اللي انا عايزه تمام بعد كده تعزيز وزايا الاتصال الخزمة ما بين العميل وما بين قسم الاشراف الداخلي يبقى انا بوسق بوسق الاتصال ما بيني اللي هو قسم الاشراف الداخلي وما بين العميل عشان ايه عشان العميل يرضى عن الخدمة يرضى عن الفندق ويديني مبيعات أعلى ويديني إرادات عالية لأنه كلما بياخد مستوى خدمة عالي كلما بيستخدم الخدمات اللي عندي بشكل دوري مثلا عايز يقيم حفلة لقي النظافة بتاعتي مش كويسة مش هتشرفه بقى قدام الجروب بتاعه أو في المؤتمر بتاعه مش هيعرف يعمله بالمستوى اللي هو عايزه بيخرج بره يعمل المؤتمر بتاعه لأ أنا العميل أما يشوف نسبة النظافة بتاعتي بشكل كويس نسبة الخدمة بتاعتي مستوى عالي بيديني نسبة مبيعات عالية ونسبة إرادات عالية لأنه بيستخدم جميع الخدمات المقدمة فين في المكان اللي هو مقيم فيه جدولة العاملين حسب نسبة الإشغال الجارية نسبة الإشغال بيبقى 3 مواسم ركود وكساد ونسبة إشغال عالية نسبة الإشغال العالية اللي هي في المواسم الجارية اللي مثلا في الصيف موجودة فين في الأماكن الصيفية اللي موجود فيها الزبون بشكل مستمر في الشتاء موجود أماكن نسبة الإشغال فيها إيه نسبة عالية زي في الأسر وأسوان عكس الصيف موجودة فين في الإسكندرية وفي السواحل يبقى أنا عندي نسبة الإشغال على حسب نسبة وجود إيه؟ وجود العميل تمام؟ يبقى أنا بعمل جدولة للعاملين على أساس إيه؟ نسبة الإشغال يعني ما مشيش الناس واجهة دور عليهم تاني أما يبقى فيه إيه؟ نسبة إشغال عالية نسبة الركود العاملين بتاعهم ممكن أديهم أجازات ممكن أديهم راحات ممكن يعني ما مشيهمش أعمل جدولة مثلاً بدل ما هم ثلاث فترات للجدولة بتاعتي لا أعملهم فترتين بس يبقى نسبة الإشغال بتاعتي إيه؟ متوسطة يبقى أنا مش محتاج عمال كتير بعمل لهم إيه؟ بعمل لهم راحات تمام؟ يبقى أنا كده بعمل جدولة لنسبة الإيه؟ الإشغال بعد كده هشوف إيه هي العوامل اللي بتؤثر على مستوى الأداء العمل ده إيه اللي بيؤثر على مستوى الأداء بتاعي؟ المواد الخام المواد الخام بتاعتي اللي أنا شغال فيها اللي أنا شغال فيها داخل الغرف وداخل القسم اما المواد الخام بتاعتي تبقى مستوها عالي هيبقى مستوى المضافة بتاعتي ايه عالي مش هستخدم مواد الخام بشكل ايه كبير اما بيبقى الخامات بتاعتي راضيقة يبقى انا هستخدمها كتير وهستهلك منها كتير يبقى انا كده بكلف نفسي وفي نفس الوقت نسبة النضافة بتاعتي ايه مش عالية يبقى انا المواد بتاعتي الخام لازم تبقى ايه على مستوى النظافة اللي انا عايزها مستوى النظافة بتاعتي اللي هو ايه على حسب طبعا نسبة عدد النجوم بتاعتي او التصنيف بتاعي طبعا لو فنادق اقتصادية بيبقى ايه الخامات بتاعتي على قدها والمبلغ بتاعي بتاع الخدمات بتاعها على قده انما لو مثلا فندق خمس نجوم يبقى انا عندي نظافة بشكل لائق للناس اللي جاية خمس نجوم يعني انا مستوى عالي يبقى المستوى النظافة بتاعي عالي يبقى انا المواد بتاعتي الخام لازم تديني مستوى النظافة بتاعتي بشكل ايه بشكل عالي خطوات العمل خطوات العمل بتيجي منين من جدولة العمل جدولة العمل لو صح يبقى خطوات العمل هتشتغل صح يبقى اهداف بتاعتي كلها شغالها بشكل ايه بشكل صحيح. يعني ما يجيش مثلا واحد في وردية يقول لأ ده أنا الشغل بتاعي يعني كتير علي. لأ ده أنا لأ. أنت الشغل المكلف به في الوردية بتاعتك. يبقى أنت لازم تعمله بشكل ايه؟ بشكل صحيح. وفي نفس الوقت أنا ما حملش على ناس وناس لأ. يبقى أنا لازم أعمل الجدولة بتاعتي والشغل بتاعي يمشي بشكل ايه؟ بشكل صحيح. بحيث أن العاملين اللي موجودين يبقوا راضين عن العمل. يبقوا يدوني بشكل ايه؟ العمل بشكل ايه؟ بشكل جيد. أماكن العمل والمعدات أماكن العمل والمعدات دي. أما يبقى عندي مكان العمل اللي أنا شغل فيه يعني نسبة الإشغال بتاعتي. نسبة حالية قوي. وأماكن العمل بتاعتي بتبقى فيها زباين كتير أو عملة كتير بختار الوقت بتاعي والمعدات بتاعتي اللي العميل بيبقى مش موجود فيها بشكل ايه؟ بشكل دوري. عشان العميل ما يشوفنيش وانا بنظف ما يشوفنيش وانا بقدي العمل بتاعي. الأدوات بتاعتي العميل المفروض ما يشوفش أدواتي خالص ما يشوفش أي حاجة أنا بشتغل بيها. يبقى العميل مهمته أو الشكل العام بتاعه إن هو يشوف النظافة بعد ما نظف. ما بيشوفنيش وانا بقى ايه؟ بقوم بالعمل. البيئة الطبيعية البيئة الطبيعية اللي هي ايه؟ المكان بتاعي العمل البيئة الطبيعية اللي هو الفندق بتاعي. أنا ايه الأماكن بتاعتي؟ بتاعت البيئة بتاعت الريسبشن الدرقات غرفة العميل وهكذا. خطوات تصميم العمل وترتبها. بدي من جدولة العمل الخطوات بتاعتي وأنا بشتغل بتبقى على أسس معينة. الأسس بتاعتي دي من جدولة العمل بتترتب. بيبقى كل واحد عارف شغله فين؟ وشغله إمتى؟ وساعات العمل بتاعته إمتى؟ والأدوات بتاعته إيه؟ والخمات بتاعته إيه؟ يبقى دا كله بيترتب على إيه؟ على بعضه. يبقى دي كلها بتؤثر على أداء العمل بتاعي والشغل بتاعي. بعد كده تطوير العمل. تطوير العمل يعني إيه؟ يعني إيه؟ تطوير العمل تطوير العمل دا اللي هو الشكل الأنسب في في العمل للعمل بأقل وقت بأقل إيه؟ تكلفة. أنا بشتغل إزاي؟ في وقت قليل بخمات قليلة. أنا لو عامل جدولة عمل صح وكل عامل عارف هو بشتغل فين؟ وبإيه؟ هيشتغل صح بوقت بوقت قليل بإيه؟ بخمات قليلة. والهدف بتاعي إن أنا إيه؟ الإرادات بتاعتي بتزيد المبيعات بتاعتي بتزيد بإيه؟ بإرضاء العمل عن كافة الخدمات المقدمة فين؟ في الفندق. استخدام الأدوات بحيث يكون أوتوماتيكيا. طبعا في الوقت اللي إحنا فيه دا مفيش بقى مقشة وجروف وحاجات من حاجات دي؟ لأ. أنا عندي حاجات أوتوماتيكية. الإوتوماتيكية دي بتديلي وقت أقل وشغل إيه؟ بكفاءة عالية. أنا مثلا داخل أنظف الغرفة بتاعت العميل. أجيب بقى مقشة وجروف والكلام دا؟ لأ. أنا عندي حاجات مكنسة. حاجات أوتوماتيكية. حاجات تقنيات حديثة. التقنيات الحديثة الموجودة في الفنادق الحديثة ديت بتبقى بتزود في مستوى تصنيف الفندق. يعني إيه بتزود في مستوى تصنيف الفندق؟ أما أنا أستخدم أدوات عندي ومعدات أوتوماتيكية. دي مش تقنيات حديثة؟ لأ. تقنيات حديثة. يبقى أنا كده التصنيف بتاعي بيعلم. يبقى أنا كده شغلي إيه بيبقى في أقل وقت بإيه بمجود وخامات إيه أقل. دمج الأنشطة المتشابهة مع بعضه. يعني أنا مثلا في مكان بشتغل وزميل المفروض يجي يشتغل معايا في المكان دا. بس فيه شغل كتير. المكان الفندق فيه شغل كتير. أنا المكان دا ممكن أشتغل الشغلان بتاعي والشغلان بتاعي زميلي في وقت واحد. علشان ننجز في وقت أقل وبتكلف أقل ممكن زميلي يروح في مكان ويشتغل وأنا أشتغل في نفس المكان الشغلان تيم مع بعض. ليه؟ لأن مثلا في الغرفة حمام مثلا منظف الحمام وأعمل الغرفة ممكن أنا أعمل الغرفة كلها على بعضها مش لازم حد يجي يساعدني مدام أنا شغل في مكان واحد والعمل متشابه يبقى أنا أقوم بالعمل ككل علشان الوقت بتاعتي وقت زروة في زباين كتير يبقى أنا عندي شغل كتير يبقى أنا أنجز الشغل بتاعي بدمج الأعمال المتشابه مع بعض بعد كده عندي مهام وظيفية إدارية موجودة داخل الفندق وداخل قسم الإشراف الداخلي طبعا إحنا عارفين قسم الإشراف الداخلي أهم حاجة فيه المدير بتاعه المدير بتاعه لو منظم العمل ومنظم الشغل يبقى هو قسم بتاعه قايم بالمهمة بتاعته كلها مدير التنفيذ للإشراف الداخلي هو المسؤول عن جميع ما يتم بالوحدة ما يتم بالوحدة وبيعمل تقارير وبيعمل حالات الغرف والورديات واحتياجات العمل يبقى المدير ده بيعمل كافة الأعمال الإدارية اللي موجودة فين في القسم يبقى أنا عندي قسم الإشراف الداخلي المدير بتاعه هو المسؤول عن كافة الأعمال الإدارية اللي موجودة فين في القسم العامل والورديات بتاعتهم والتقارير كل حاجة والحضور والانصراف بتاع القسم كل حاجة إدارية عن قسم الإشراف الداخلي بيبقى مدير القسم هو المسؤول عنها بعد كده مساعد المدير أو مشرفات الأدوار مساعد المدير ده بيبقى مسؤول عن طبعا بيحل محل مدير مدير القسم وبيبقى على حسب برضه الفندق الفندق بتاعي صغير المدير موجود فيه والعدد بتاع النزلة مش كتير يبقى هو مدير مدير القسم لو الفندق كبير وعدد النزلة كبير يبقى أنا محتاج مساعد للمدير عشان في الوقت اللي المدير فيه مشغول أو مش موجود مساعد المدير بيقوم بجميع الأعمال بتاعت مدير قسم الإشراف الداخلي وفي نفس الوقت بيشرف على الأدوار طبعا هو مسؤوليته متابعة سير العمل في الإشراف الداخلي وجميع العاملين بالدور وطبعا ومسؤول عن كافة الغرف اللي موجودة فين في الأدوار ككل لأن مساعد القسم بيبقى هو مسؤول عن عمل التقرير وبعد كده بيقوم المدير بياخد التقرير ده بيودي لمدير العام بتاع الفندق ويشوف الأهم في عملية الشغل داخل الفندق بعد كده وصيفات الغرف وصيفات الغرف اللي هي ايه وصيفات الغرف اللي هي بتشتغل داخل الغرفة يعني بتدخل الغرفة وبتعدها للتنظيف بتنظف السرير بتغير البيضات بتنظف مثلا الكومدينو لو عليه حاجات بتنظف الحاجات بتاعت الغرفة وإزالة الأتربة وإتمام عملية الإمداد بكافة الخامات اللي موجودة داخل الغرفة طبعا السجاد الستير بتهوي القضة بتنظف السجاد وتأكد من سلامة الغرفة طبعا سلامة الغرفة يعني ما فيهاش أي حاجة بتضر العميل يعني ايه بتضر العميل يعني مثلا لو إحنا في الصيف والتكييف مش شغال والعميل مش عارف يتواصل يقول التكييف بايز هي برضو من ضمن الحاجات اللي هي مسؤولة عنها إن هي تبلغ عن صيانة عن صيانة التكييف التكييف ده طبعا الغرف بتاعة الوصفات بتتروح ما بين 10 ل 15 غرفة في الوردية بتاعتها وبتستغرق الغرفة ده اللي هي مسؤولة عن تنظيم الغرف بتاعة العاملين بالفندق يعني أنا دلوقتي شغال في قسم غير قسم الاشراف الداخلي لنا غرفة عشان مثلا نغير فيها اليونيفورم أو نبدل فيها الملابس بتاعتنا أو نرتاح فيها أو يعني ناكل فيها أو فترات الروحة أو كده الوصفات بتاعة الغرف دي هي مسؤولة عن تنظيم الغرف دي تنظفها تشوف الملابس اللي هي عايزة تروح المخسلة تغسلها تكوي الملابس بتاعة العاملين وهكذا عاملات النظافة عاملات النظافة دي بتبقى في المكاتب والأماكن العامة ودورات المياه العامة اللي موجودة فين في الفندق والطرقات والسلالم وغرف السيادات المخصصة للزينة ايه الغرف دي الغرف دي مثلا انا فيه نزيل عندي او نزيل عندي عايزة تعمل ميكوب وكده يعني تزبط الميكوب بتاعها وتعمل شعرها سشوار او تكوي او كده فيه غرف مخصوصة لكده وفيه غرف بيبقى فيه الحاجات دي موجودة في الغرفة نفسها بتاعة النزيل يبقى ده على حسب الايه على حسب نوع الايه نوع الفندق عاملت حجرة السيدات ايه حجرة السيدات دي اللي هي في الفنادق الكبيرة بيبقى فيه النزيل غير المقيم بيبقى فيه غرف للسيدات لإصلاح الميكوب اللي هي اللي لسه بنقول عليها دلوقت اصلاح الميكوب او ايه او حاجات للزائرين يعني مثلا ناس جايين عشان فيه حفلة او فيه مثلا مؤتمر هيقام بيبقى فيه غرفة للسيدات عشان يزبطوا فيها الميكوب وكده الناس اللي غير المقيمين فين في الفندق يعني مش معقول هيدخلوا غرفة اي حد داخل داخل الفندق ويصلحوا فيها الميكوب لا بتبقى فيه غرف مخصوصة للناس اللي ايه اللي جايين يقيموا المؤتمر ده او يقيموا الحفلة ده تمام والسيدات دول المسؤولين عن الغرف دي بيبقوا موجودين من الساعة 12 للساعة 3 او من الساعة 6 للساعة 11 بالليل على حسب المؤتمر او الحفلة اللي موجودة فيها يعني مثلا فيه مؤتمر في الفترة الصباحية يبقوا للساعة 3 فيه مثلا حفلة بالليل مثلا فرح او اي حاجة بيبقى موجود ايه بيبقى موجود في الفترة الليلية بتبقى من الساعة 6 للساعة 11 في وقت ايه اقامة الحفلة الحملون الحملون دول اللي هم بيشيلوا المخلفات بتاعة الغرف وبتاعة الفندق وبيودوها للمكان المخصص لها يعني مشرفين الغرف نظفوا الغرفة وطلعوا المخلفات بتاعة الغرفة او اي مكان فيه مخلفات بيبقى فيه مكان مخصص للمخلفات الحملون دول بيقوا ياخدوا المخلفات من المكان المجمع ده وبيروحوا فين ياخدوا للمكان اللي هو هيخرج برا الفندق خالص عشان المخلفات دي تخرج برا الفندق عملنا ضافة النوافذ ايه عملنا ضافة النوافذ دي فيه فنادق كبيرة بتبقى من برا فيها ايه فيها ازاز يعني الفندق كله ازاز زي الصورة اللي عندنا دي بيبقى الفندق عندنا فيه كله ازاز من برا تمام طبعا الناس دول يعني منتعاقد مع شركات لنظافة ايه لنظافة الوجهة بتاعة الفندق طبعا بيبقى لهم اجهزة ومعدات وخامات مخصصة للايه للنظافة انا باتفق كادارة فندق مع العمال دول او الشركة دي ان هم ينظفوا الوجهة بتاعة الفندق من وقت لاخر طبعا بقى اجروا ايه وتابع نظافة العامة بتاعة الفندق بعد كده مسئول البيضات والمفروشات مسئول البيضات والمفروشات دول مسئولين عن متابعة سير جميع المفروشات اللي موجودة داخل القسم يعني اللي خرجه من القسم واللي دخل القسم اللي خرجه من القسم اللي هي البيضات النظيفة ورايح اي قسم من الاقسام طالب بياضات واللي دخل القسم عايزة نضافة وايه وكوي يبقى انا عندي المسؤول عن البياضات ده مسؤول عن كافة اللي داخل واللي خارج الايه القسم طبعا مشرف البياضات هنعرف ايه هي المهم بتاعته دلوقتي ايه هي المهم بتاعته مشرف البياضات اول حاجة ان هو بيحصر جميع انواع البياضات والمفروشات الموجودة عندي ايه انواع المفروشات اللي عندي وايه انواع البياضات اللي عندي عندي في الاقسام كلها بيستخدموا بياضات قسم المطعم بيستخدم ايه مفارش وفوط للقسم قسم المطبخ بيشتغل على اساس الفوط والحاجات اللي بيستخدمها داخل الايه المطبخ قسم الاشراف الداخلي اكتر قسم بيشتغل ايه على قسم البياضات ليه لانه بيدخل غرفة العميل وبيغير الايه البياضات بتاعت الايه الغرفة عندي فوط عندي ملايات سرير عندي خدديات عندي مخدات عندي كل حاجة داخل الغرفة بتسمى ايه بياضات بستلم وبصرف بياضات من القسم بستلم وبصرف بياضات من القسم وبجمع البياضات وزي العاملين وارسلهم للمخسلة يبقى انا مسؤول عن ايه اللي داخل واللي خارج الايه القسم نفسه بدخل الحاجات بتاعة القسم من البياضات عشان اوديها المخسلة وعشان اوديها للايه للكين وبرضه بسلم بياضات نظيفة لجميع الايه الاقسام يبقى دي مهم الايه قسم البياضات بعد كده مراجعة كل قطعة بعد استلامها من المخسلة ليه برجحها بعد المخسلة عشان لو مثلا المخسلة انا وديت حاجة او في حاجة انا ما شفتهاش مقطوعة مثلا الوبرة بتاعتها بدأت تتااكل مستهلكة بشيلها خالص وبستبدلها ببياضات ايه ببياضات جديدة لو انا مثلا في عندي حاجات ممزقة بوديها للخياطة بتايه بتخياط لي البياضات اللي عايزها تتخيط مثلا عندي مفرش سرير عايزي ايه السرفلة بتاعته متنسرة اوديها القسم الخياطة عشان يخيطها بعد الغسيل والكي بيظهر الحاجات دي انما وهي جاية من الغرفة ما بتظهرش ما بتبقاش زهر قوي لان طبعا مشرف الغرفة بيبقى حاطتها في اكياس ما بتبقاش ايه بينا ان هي ايه فيها قطعة او فيها ايه عايزة تتغير او كده تسليم العاملين الزي الخاص بهم والاشراف على نضافة ايه نضافة الزي طبعا انا باخد الايه باخد الزي من الغرفة بتاعة الايه العاملين باخدها انضافها ولو برضو فيها قطعة بخيطه لو في حاجة بعملها كافة الايه كافة النضافة بتاع الزي نفسه بتاع العاملين اللي موجودين ايه في جميع الاقصان حصر وتسجيل الاحتياجات من المفروشات بتيجي منين بتيجي من الطلبات بتاعة كل قسم يبقى المفروشات بتاعتي دي بتيجي منين الحصر بيجي بتاعي من الطلبات بتاعة كل قسم بيجي للمغزن ويقول لي انا عايز كذا انا عايز كذا مفرش انا عايز كذا بيضات انا عايز كذا ملايا وهكذا ده بيعمل لي حصر للبيضات اللي موجودة عندي وكمان اما بشيل الهالك منها وبشوف ايه اللي موجود عندي وبعمل حصر للبيضات بتاعتي بشوف انا هطلب من ادارة الفندق ان انا عايز بيضات جديدة لان البيضات بتاعتي بدأت تتهالك مش مكافية الفندق مش مكافية الغرف انا عندي نسبة الاشغال بتاعتي عالية نسبة البيضات بتاعتي مش مكافية الغرف اعمل ايه بطلب من ادارة الفندق ان هي تعمل ايه توفر لي بيضات ده كله من ايه من الحصر اللي انا عملته في القسم بتاعي يبقى انا عملت ايه حصارت المفروشات والبيضات بتاعتي عشان اطلب من ادارة الفندق ان هي توفر لي ايه بيضات جديدة وتوفر لي خامات ممكن يجبوها لي من من المخزن مسؤول الكي بتاع الملابس مسؤول كي الملابس ده بيبقى مسؤول عن كافة الملابس اللي موجودين في الفندق كلهم اللي هما ايه ملابس النزلة مثلا تنظيف الاحذية توصيل الملابس للمخسلة مثلا النزلة مثلا عايزين نضافها في وقت معين هو بيبقى مسؤول عن جميع النزلة في مسؤولية النظافة بتاعت اللبس بتاعهم يعني انا قاعد في الفندق فترة طويلة طبعا انا هاعد اخسل وكبه واعمل لا بيبقى في قسم خاص في الفندق اسمه الغسيل والاي والكي اما بيجي مشر في الغرف بقول له الغسيل ده عايز اخسله في الوقت الفلاني لان انا محتاجه يبقى ده مسؤول عن ايه مسؤول عن الملابس النزلة بعد كده العاملين اللي موجودين لتزيين الايه لتزيين المكان والممرات والايه والحجرات بكافة الايه بكافة الزهور وبكافة الايه الاشكال الايه الجميلة اللي بتجزب الايه النزيل منظف البهو منظف البهو ده اللي هو البهو اللي هو ايه البهو ده اللي هو اول ما النزيل بيدخل الفندق بيلاقي ايه مكان واسع وبعدين الريسيبشن اللي هو الاستقبال البهو يعني مثلا العميل بينتظر فيه لحد ما الغرفة تفضى مثلا بينتظر فيه مثلا ناس جايين له بيعمل مثلا اجتماع مصغر فيه البهو ده منظر الفندق الجذاب للايه للعميل لو البهو مش نظيف اول ما النزيل كده يجي ويشوف المنظر كده هيقول ايه هيقول ان الفندق ده مش ايه مش نظيف البهو عامل كده يبقى الغرفة عاملة ازاي مسؤولين انو اضافة في البهو بينضافوا البهو مثلا والاماكن الملحقة بيه اللي هي الاستراحات والسنترال والمكاتب الامامية والمكاتب والادارة المكاتب بتاعت الادارة المختلفة والارضيات والسجاجيد والاماكن الفارغة في البهو وبينضف طبعا الاساس وبينضف القواع زي الصورة اللي عندنا دي الصورة اللي عندنا دي بتقول لنا مثلا ان ده بهو وفيه مثلا ده طبعا يعني شكل من اشكال البهو المختلف ده في فندق وده في فندق تاني مثلا بينضف النجف بينضف الارضيات بيزيل الاتربع من كل حاجة بيستخدم الالات الاتماتيكية في التنظيف وهكذا يبقى ده الشكل التنظيف البهو بتاعنا الشكل الامسل عشان يبقى جزاب للعميل قبل ما يدخل الغرفة عندنا بقى وسائل الحصول على العمالة العمالة بتاعتي في القسم ايه وسائل الحصول على العمالة دي انا في فترة من الفترات في زروة وعايز اعمل اعلان عشان اجيب عمال يشتغلوا عندي اجيب عمال دول ازاي اول حاجة واول اسلوب او اول وسيلة الاعلام في الصحف بعمل اعلام في الصحيفة بقول يا جماعة انا عايز قسم الاشراف الداخلي طالب عاملين في قسم الاشراف الداخلي في فندق الفلاني بالراتب فلاني والوردية كذا يعني بقول على كل المواصفات اللي انا عايزها وايه ومواصفات الشخص بيبقى بيكلم مثلا لغة بيبقى عنده مثلا بيعرف يستخدم الادوات الاوتوماتيكية بيستخدم الكمبيوتر وهكذا نبقى انا بكتب الشروط بتاعتي في الصحف وايه عشان العاملين يقوا ايه يقدموا واشوف نسبة الاشغال بتاعتي والعاملين قد ايه يعني انا ممكن الناس اللي يتقدموا لي 100 وانا عايز 10 بختار احسن 10 من 10 دول من المية اللي هم ايه متقدمين لي دول طبعا الوكالات الخاصة بال ايه بالعمال فيه وكالات خاصة بتبقى خاصة بال ايه بان هي تعمل اعلانات في الصحف او بتعمل اعلانات في ايه في مجلات اه بتكتب طبعا ايه الشروط بتاعتها والشروط الفندق اللي طلبة في ايه في العمال ممكن اعمل ملسقات الملسقات اللي موجودة ايه احطها على الجدران احطها في مثلا لو مدينة كبيرة احطها على الجدار بتاع المحلات احطها مثلا في اي مكان يشوفوا الايه يشوفوا الناس عشان يقدموا فين في الوظيفة دي الاعلان بقدار شؤون الطلاب بالمدارس والكليات المدارس والكليات زي المدارس بتاعتنا مثلا اللي هي مدارس السياحة والفنادق مدارس السياحة والفنادق بتعمل ايه بتيجي في فترة الصيف وتقول ان في اماكن طلبة موظفين او عمال داخل فنادق معينة وعلى فكرة الفنادق دي بتطلب من المدارس الخاصة بالفنادق علشان بتبقى الخبرة بتاعتهم اعلى بتبقى الخبرة بتاعتهم كبيرة لانه ما بيدرسوا الحاجات اللي موجودة في الفندق داخل الفندق بعد كده عن طريق الاقارب والمعارف ايه الاقارب والمعارف ان انا مثلا واحد قريبي عايز يشتغل وانا عارف ان الفندق ده طالب عمال بعمل ايه بقول له طب ما تيجي تقدم احنا عندنا في الشغل طلبين عمال وطلبين كذا وهكذا يبقى العمال دول بيعملوا ايه بيقولوا القريبهم ان هم ينجوا يشتغلوا في نفس ايه في نفس المكان لو المكان عايز ايه عايز شغل يبقى انا عندي انا عندي دلوقتي قسم الاشراف الداخلي مسؤول عن كافة الايه كافة الشغل اللي موجود داخل الفندق يبقى قسم الاشراف الداخلي ده مهم ولا مش مهم مهم جدا ومهم قوي الاتصال ما بينك وما بين العميل لان هو ده اساس ارجاع العميل للمكان تاني ان هو يقول مثلا ده الناس اللي شغال في الفندق ناس كويسين بيجبولي الخدمة لحد عندي في اقل وقت الناس دول الفندق ده على مستوى عالي من النظافة على مستوى عالي من الرقي والحضارة واهم حاجة البعد بتاع البلد ان انا لما الاقي في ناس جايين من بلد تانية وعملهم معاملة كويسة بتبقى دي بعد لل بعد للبلد نفسها يقولوا ان المصريين حلوين معاملة بتاعتهم كويسة معاملة بتاعتهم راقية بيستخدموا ادوات حديثة تقنيات حديثة وهكذا يبقى الاشراف الداخلي له داخل في الصناعة الفندقية ولا ملوش داخل له داخل في الصناعة الفندقية ومهم جدا في الفنادق ومهم جدا في الاتصال ما بين العميل وما بين البلد نفسها يبقى اهم حاجة في القسم بتاعنا ان احنا نتعامل كويس مع العميل عشان ارضاقه والمبيعات بتاعتنا بتزيد والاراضات بتاعتنا بتزيد فتزيد الاقتصاد بتاع البلد وهكذا يبقى احنا عينها عندنا عارفنا ايه هي مهام الاشراف الداخلي في جميع الاقسام بتاعته في جميع الوسائل بتاعته بالاتصال ما بين وما بين العميل والسوء وطبعا كيفية جذب العملة ان شاء الله اشوفكم في الحلقة القادمة في حلقة جديدة من الاشراف الداخلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته